تارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله محكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة تمرين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي تراين في الوصف تراين في الوصف بعدات تمرين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع 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 نبدأ التمرين مع بعض واحد ني ثلاث أربع أمام جم أمام تحت واحد ني ثلاث أربع واحد ني ثلاث أربع ننوضع الوقوب نعذرنا نتابعة الوسط ننتقل خطوة اليمين ثم نعود إلى المتصف ثم ننتقل خطوة الإنساء نعود إلى المتصف التمرين باستمرار التمرين يبتد واحد اثنين ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث ثلاث أربع من الوقوف فتح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس رافع الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار تمرين ابتد� واحد ثلاث أربع واحد ثلاث اربع أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم طلابي وطالبات الصف الأول ثانوي في يومنا الجديد وجزئيتنا الجديدة والتي لها علاقة بما سبق تابع مولات المركبات لنعرض الفكرة ونبدأ نتأمل في موضوع هذه الفكرة حيث يقول يمكن حساب الكتلة المولية للمركب من خلال صيغته الكيميائية أخذنا أكثر من درس لإتقان هذه المعلومة وأصبحنا متقنين لكيفية حساب الكتلة المولية لمركب بالكامل بعدها يقول يمكن أيضا استعمال هذه الكتلة المولية للتحويل بين الكتلة والمولات لنفس المركب وكانت حصصنا السابقة بعد إتقاننا للكتلة المولية قمنا بالتحويل من عدد مولات إلى كتلة والحصة السابقة كانت من كتلة إلى عدد مولات إذن أتقن التحويل من كتلة إلى عدد مولات من عدد مولات إلى كتلة في نفس القانون ولنفس المركب ماذا لو أردنا التحويل إلى مركب آخر؟ هذا ما سنتعرف له في هذه الحصة بإذن الله ولكن بعد ربطه بما تم دراسته سابقا إذن ممتاز في الحصة الماضية أتقننا مهارة إيجاد صيغة أو كتلة مولية لصيغة كيميائية بعدها قمنا بعمليات تحويل ممتاز قمنا بتحويل القرامات ككتلة إلى عدد مولات ممتاز وطبقنا عليها العديد من الحسابات إذن قمنا بتحويل مركب بالقرامات إلى عدد مولات واعتمادا على منع الكتلة المولية وطبقنا عليها المزيد من الحسابات سؤال لدرس اليوم ممتاز كيف لي أن أقوم بالتحويل من متغير إلى متغير آخر في قانون آخر لإيجاد معلومات خاصة بالمركب؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله من خلال أهدافنا لهذا اليوم تحديد دور الكتلة المولية في ربط بين عدد المولات وكتلة بالقرام ما هو دور الكتلة المولية؟ ثم توضيح كيفية حساب الكتلة المولية المركب وكأننا نعيد القصة تحويل كتلة المركب ككتلة إلى عدد جسيمات هنا نضع علامات استفهام كثيرة كيف نستطيع تحويل كتلة المركب الخاص الذي له قانون خاص به إلى عدد جسيمات في قانون آخر إذن هذا ما سوف نتقنه اليوم من مهارتنا السابقة التي قمنا بتعلمها أو درسناها في الحصة الماضية كيف لي أن أحول القرامات إلى مولات؟ فالسؤال يقول ما عدد مولات 22.6 جرام من نترات الفضة؟ إذن قانون عدد المولات يقول ماذا؟ لو بدأنا نتذكر ممتاز عدد المولات كتلة على كتلة كتلة بالقرام على؟ ممتاز على كتلة مولية كتلة بالقرام موجودة في رأس السؤال موجودة ولكن كتلة مولية غير موجودة ما الذي تحتاج الكتلة المولية كمعطيات؟ ممتاز تحتاج إلى صيغة كيميائية وتحتاج إلى علما بأنه نبدأ الآن بإيجاد الكتلة المولية حتى أستطيع أن أطبق قانون عدد المولات إذن نلاحظ وجود الفضة، نيتروجين، الأكسوجين وعدد الذرات والأرقام السفلية هم مناجدين ونعبر عنها اليوم بالمولات فنقول 1 مول من الفضة إذا لا يوجد رقم في الأسفل فهو 1 1 مول من الفضة نقوم بضربها بعلما بأن 107.9 جرام لكل مول نحذف المولات ونتمم عملية الضرب لنحصل على 107.9 جرام فضة الذي يليه نأخذ النيتروجين، كم مكتوب بالأسفل؟ ممتاز لا يكتب فهو 1 إذن 1 مول من النيتروجين أقوم بضربها بعلما بأنه هو 14 نقوم بحذف الوحدات المتشابهة المتعاكسة 1 في 14، 14 جرام نيتروجين الذرة التي تليها بالترتيب إذن الأكسوجين مكتوب في الأسفل 3 ممتاز إذن كم مول؟ ممتاز 3 مول من الأكسوجين أقوم بضربها في 16 لتعطي 48 نقوم بحذف الوحدات المتشابهة في أماكن متعاكسة لنحصل على 48 جرام أكسوجين أصبحت لدي الآن كمعطيات جرامات الفضة والنيتروجين والأكسوجين ذرات داخل الصيغة وأنا أريد الكتلة المولية الصيغة كاملة ممتاز تعودنا وتعلمنا هذه الطريقة بجمع 107.9 زائد 14 زائد 48 ليعطي ناتج الجمع 169.9 جرام لكل مول هذه هي الكتلة المولية إذن كانت الإشكالية لدينا في بداية السؤال أن الكتلة المولية غير موجودة فيتم حسابها أولا ثم نعود للقانون المطلوب ما عدد المولات؟ قانون عدد المولات كما قلنا ممتاز كتلة على كتلة كتلة بالجرام على كتلة المولية الكتلة المولية تكون مقلوب إذا مقلوب الكتلة المولية يكون في الأسفل الكتلة المولية فتصبح بهذا الشكل كتلة المادة أتأكد هل هي بالجرام؟ أم تحتاج إلى تحويل؟ بالجرام 22.6 أقوم بوضعها في البسط في المقام الكثرة المولية التي تم حسابها 169.9 وأضعها في الأسفل في المقام أقوم بحذف الوحدات القرامات المتشابهة قرام مع قرام تصبح الوحدة ممتاز تصبح الوحدة بالمول مقدارها كم؟ إذن 133 من ألف 133 من ألف مول أبحث عن الإجابة هل هي 133 من ألف قرام؟ نحن نقوم بحساب عدد مولات ممتاز إذن فقر جيم 133 مول رائع جدا إذن بهذه الطريقة أستطيع أن أحسب أو أوجد القانون وهذا هو المطلوب عدد المولات في الأخير ولكن لا أستطيع أن أوجده إلا بعد حسابي للكتلة المولية إذن كخطوة أولى نحسب الكتلة المولية ثم بعد ذلك نطبق القانون سؤال آخر ما عدد مولات نفس الطلب عدد المولات لستة ونص قرام من كبريتات الخارصين إذن عدد المولات يقول القانون ممتاز كتلة بالقرام على الكتلة المولية كتلة بالقرام موجودة ستة ونص إذن المتغير الغير موجود قيمتها وهو الكتلة المولية كتلة المولية نعيد مرة أخرى ما المطلوب إيجادة أو ما الذي نحتاجه حل كتلة المولية نحتاج إلى صيغة نحتاج إلى علما بأن من الجدول الدوري للذرات المكونة للصيغة خارصين كبريت أكسوجين نبدأ الآن لإيجاد الكتلة المولية واحد من الخارصين لاحظ في الأسفل واحد من الخارصين في علما بأنه 65.4 بالضرب حذف الوحدات المتشابهة المتعاكسة يصبح الناتج 65.4 جرام خارصين نأخذ الذرة التي تليها كبريت لا يوجد رقم في الأسفل إذن واحد فنقول واحد مول من الكبريت أضربه في علما بأنه ممتاز الخاصة بالكبريت 32 احذف الوحدات المتشابهة وأعطي الناتج إذن 32 جرام من الكبريت نأخذ الذرة التي تليها لأنه لم ننتهي بعد إذن الأكسوجين كم مكتوب في الأسفل؟ أربعة إذن فنقول أربعة مول أكسوجين أقوم بضربها في 16 جرام لكل مول وتعطي الناتج ضرب 64 جرام أكسوجين أصبحت الآن موجود أمامي جرامات الذرات المكونة للصيغة الحل الآن ممتاز حتى أوجد الكتلة المولية المركبة كامل أقوم بالجمع فنجمع 56.4 زائد 32 زائد 64 تعطي كم بالجمع ممتاز 161.4 جرام لكل مول كتلة مولية أوجدنا الكتلة المولية الآن هي دائما تأتي كإشكالية بداية المسألة غير موجودة أوجدناها نعود الآن للمطلوب فيقول ما عدد مولات 6.5 جرام إذن عدد المولات يقول ممتاز كتلة على كتلة كتلة بالجرام في الأعلى على كتلة مولية في الأسفل كتلة بالجرام 6.5 هذه موجودة أمامي الآن أما كتلة مولية أوجدناها بالعمليات الحسابية وجمعناها 161.4 جرام لكل مول نحذف القرامات معا ويبقى الآن المول فتصبح الناتج أو يصبح الناتج 4.100 مول إذن عدد مولات كبريتات الخرصين 4.100 مول انتبه هل أخذ 4.100 جرام؟ لا إذن 4.100 مول المطلوب فقد تتشابع عليك الأرقام فانتبه للوحدة إذن 4.100 مول بهذه الطريقة استطعنا أن نوجد أو نحول القرامات إلى عدد مولات الآن تحويل الكتلة كتلة المادة إلى عدد جسيمات وأنت تعلم أن كتلة المادة تساوي عدد مولات في الكتلة المولية ممتاز أما عدد الجسيمات فهي قانون آخر وهي تساوي عدد المولات في عدد أفوغادرو إذن نريد الآن أن نحول من قانون إلى قانون كيف ذلك؟ نتذكر بعض الأمور التي نحتاجها في حل المسألة اليوم نتذكر هذه الآن صيغة كيميائية وهذه الصيغة نعبر عنها بمول واحد نستطيع أن نعبر عنها بجزء واحد أستطيع أن نعبر عنها بوحدة صيغة كيميائية إذا هي مركبا أيوني مثلا إذن لو لدي مركبا يقول وحدة صيغة كيميائية وهكذا إذن أيًا كانت الصيغة الكيميائية التعبير عنها على حسب المعطى في المسألة وحسب المطلوب فلو طلب المولات فنقول أنها مول واحد عندما ننظر إلى الأرقام السفلية في الأسفل فإننا نعبر عنها حسب حالة أو وضع الطلب في المسألة إذا طلب ذرات فنقول عدد ذرات إذا طلب مولات فنقول عدد مولات وهكذا إذن إذا طلب في المسألة مولات فأعبر عن الجزء كامل بأنه مول واحد وما بداخله نفس الطريقة واحد مول من الكربون كم اثنان مول من الكلور ممتاز اثنان مول من الفلور هذا لو طلب مولات بداخلها واخذناها في درس طلب ذرات إذن على حسب الطلب تذكر معي فأحتاج هذه المعلومة نأتي الآن إلى مثال احسب عدد مولات الفلور داخل هذا المركب عند خمسة ونص مول إذن مولات ذرة داخل مركبها بمعلومية مولات المركب نفسها إذن ننظر إلى مولات الذرة إذن مولات ذرة داخل مركبها معلومية عدد مولات المركب ننظر إلى الآن ذرات العنصر نفسها أو عدد ذرات الفلور كم اثنان نقول ذرتين لا اليوم نعبر بالمول فنقول 2 مول إذا 2 مول من الفلور فنأخذ الطريقة الأولى نقوم بضرب المعطى في المسألة وهو خمسة ونص في النسبة أحتاج إلى النسبة اليوم والنسبة على حسب السؤال فالنسبة الآن مول إلى مول مول من الذرات إلى مول من المركب في المسألة قد تكون النسبة عدد أيونات إلى وحدة صيغة كيميائية سوف نرى في المسألة القادمة إذن أحتاج إلى إيجاد نسبة عدد مولات الذرة إلى عدد مولات المركب كامل إذن أمامي 2 فلور إلى 1 من المركب 2 مول من الفلور إلى 1 مول من المركب أقوم بضربها في المعطى خمسة ونص فأحصل على عدد مولات الفلور عندما يكون مولات المركب خمسة ونص كم 11 مول من الفلور بطريقة أخرى وأسهل إذا أردت كانت الطريقة الثانية أنني أنظر إلى الصيغة كاملة فأقول عنها 1 مول من الصيغة كم بداخلها فلور؟ داخلها 2 مول من الفلور أيضا أأتي إلى المسألة كم أعطاني للصيغة؟ خمسة ونص مول ممتاز مقابل كم فلور هو المطلوب يقولك ما عدد مولات الفلور إذن أقوم بوضع طريقة المقص وأحصل على 2 ضرب خمسة ونص على واحد يعطي الناتج 11 مول من الفلور بنفس الطريقة ونفس الناتج اللهم الطريقة اختلفت قليلا على حسب أي طريقة تريد أن تستخدمها إذن حساب عدد الجسيمات الموجودة في كتلة معينة كيف لي أن أحسبها؟ أولا أستخدم عامل التحويل المناسب على عدد مولات أو بمعلومية عدد مولات أو معلومية الكتلة إذن لكي أحصل على عدد المولات القانون يقول ماذا؟ قانون عدد المولات حفظناه كتلة على كتلة كتلة بالقرام على الكتلة المولية هذا القانون أحتاجه إذا أوجدت عدد المولات من القانون الأول قانون الكتلة أستطيع أن أطبك في القانون الثاني الخاص بالجسيمات إذن تذكر معي ما العامل المشترك بين القانونين؟ ممتاز العامل المشترك بين القانونين عدد المولات لذلك اضطررت إلى تحويل الكتلة إلى عدد مولات ثم أحذف بالقرامات وأحصل على عدد المولات أنتقل للقانون الثاني وهو قانون عدد الجسيمات وأقوم باستخدام عدد الجسيمات سواء كانت أيونات أو ذرات أو جزيئات أو وحدة صيغة كيميائية أي كانت القانون يقول عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو إذن هذه القانونين سوف نحتاج إليها أو نحتاجها اليوم في حل المسائل ولكن كتذكير استخدمناها في حساب عدد ذرات أو كان العمل على ذرة واحدة عنصر واحد الآن نحسب أو نعمل على مركب كامل إذن نحول الكتلة إلى عدد مولات ثم ننتقل في تطبيقها إلى عدد جسيمات إذن نحن نعمل على مركب كامل لاحظ معي وتذكر معي أريد اليوم أن أحول الكتلة إلى عدد جسيمات هل هناك تحويل مباشر بين الكتلة وعدد الجسيمات تذكر معي عندما كنا نعمل على ذرة أو عنصر واحد إلا لا يوجد تحويل مباشر أبدا من كتلة إلى عدد جسيمات حول الكتلة التالية إلى عدد جسيمات لا يوجد قانون مباشر الخطوة الأولى كانت هي تحويل الكتلة إلى عدد مولات باستخدام قانون عدد المولات نحصل على الناتج نقوم بتطبيق الناتج خطوة ثانية في قانون عدد جسيمات لأن أصبح لدي قيمة عدد المولات فأستطيع بهذه الطريقة أن أدخل للقانون الثاني بطريقة غير مباشرة إذن أحتاج من القانون الأول عدد المولات وهو كتلة على كتلة كتلة بالقرامح لكتلة المولية وأحتاج من القانون الثاني حساب عدد الجسيمات أي أقوم بضرب عدد المولات في عدد أفوغادرو في هذه الطريقة أستطيع أن أحول من كتلة إلى عدد جسيمات ولكن بطريقة غير مباشرة نأتي الآن إلى تحويل الكتلة المعطاء إلى عدد مولات ونرى كيف نقوم بتعديل قانون كتلة المادة المطلوب عدد المولات تذكر كيف تحرك القانون نقوم بإرسال الكتلة المولية إلى الطرف الآخر بعملية عكس عملية المجاورة له هناك ضرب يصبح قسمة ممتاز فيصبح القانون عدد المولات الآن ابدأ أفهم كيف أنا أوجدت هذا القانون كتلة مادة إلى الكتلة المولية هذا حسابي أو تحريكي لقانون كتلة المادة حتى أحصل على عدد المولات لأنني أحتاجك عملية حسابية بعد الحذف أحصل على وحدة عدد المولات بأنها مول نحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى كتلة المولية لماذا نحتاج لكتلة المولية؟ لاحظوا مع القانون كتلة مادة على الكتلة المولية كتلة مادة دائما موجودة في المسألة إذا علمت أن كتلة المادة ولكن الكتلة المولية غير موجودة أنت تحسبها بالاعتماد على صيغة المركب إضافة إلى المعطيات من الجدول الدوري علما بأنها إذن كيف لي أن أحسبها؟ نتذكر عدد مولات كل ذرة نبدأ ذرة ذرة من اليسار إلى اليمين عدد مولات كل ذرة وأضربها في الكتلة المولية أقصد الكتلة الذرية بعد تحويل الوحدة إذن زائد عدد مولات الذرة الثانية نضربها في الكتلة المولية لهذه الذرة وهكذا نجمعها جميعا فنحصل على الكتلة المولية إذن حساب عدد الجسيمات بمعلومية عدد المولات تصبح بعدها خلاص أصبحت الآن عدد المولات جاهزة نقوم بتعويض عدد الجسيمات بضرب عدد المولات اللي تم الحصول عليه من قانون السابق في عدد أفوغادرو إذن نبدأ نقرأ المسألة الآن يستعمل كلوريد الألمنيوم ALCL3 لتكرير البترول وصناعة المطاط والشحوم فإذا كان لديك عينة من كلوريد الألمنيوم كتلتها أعطاني الكتلة بحيث تكون الكتلة 35.6 جرام أوجد لدي ثلاث طلبات الآن نرى الطلبات طلب طلب وهل أستطيع أن أنفذ الطلبات من البداية؟ لنرى الطلب الأول يقول أوجد عدد أيونات الألمنيوم الموجودة في هذه الصيغة عدد أيونات الألمنيوم داخل صيغة كلوريد الألمنيوم هذا الطلب الأول الطلب الثاني عدد أيونات الكلور الموجودة في الصيغة كم عدد أيونات الكلور داخل صيغة كلوريد الألمنيوم الطلب الثالث الكتلة بالقرام لوحدة صيغة واحدة فقط من كولوريد الألمنيوم إذن ما هي خطوات الحل أو ماذا سنقوم به أو ما هي المراحل التي سنتبعها أولا لا بد أن أوجد الكتلة المولية فأنا أحتاجها في قوانيني فقانون عدد المولات في المقام كتلة المولية مطلوب إذن لا بد من إيجاد الكتلة المولية كخطوة أولى يليها حساب عدد المولات إذن أريد أن أحسب عدد المولات بتحويل الكتلة المعطاء إلى عدد مولات لماذا؟ لأن لو لاحظنا الطلب الثالث يريد كتلة وحدة صيغة وحدة صيغة كيميائية وحدة صيغة كيميائية يعني عدد جسيمات عدد جسيمات حتى تعامل مع هذا القانون أريد تحويل المعطاء جرامات إلى عدد جسيمات المرحلة الغير مباشرة حتى أحول من كتلة إلى عدد جسيمات أريد أن أحصل على عدد المولات عدد المولات عامل مشترك فأحتاج إلى إيجاد عدد المولات الخطوة الثالثة حسابي لعدد الجسيمات لأنه طلب مني وحدة صيغة كيميائية إذن كتلة مولية ثم تحويل الكتلة إلى عدد مولات أحتاج هذا التحويل ثم أحسب الطلب وهو عدد الجسيمات وهو وحدة صيغة كيميائية هو لم يطلب وحدة صيغة كيميائية فقط هو طلب كتلة وحدة الصيغة إذن حساب عدد الآيونات يليه حساب كتلة إذن نحسب الآيونات أستطيع أن أحسبها في المرحلة الرابعة حساب كتلة وحدة صيغة واحدة فقط إذن خمس مراحل نتبعها لحل هذه المسألة نأخذها مرحلة مرحلة ونرى كيف نحصل على النواتج أولا نبدأ معا بإيجاد الكتلة المولية لصيغة كلوريد الألمنيوم صيغة كلوريد الألمنيوم موجودة أمامي لا يوجد لدي إلا ذرتين ألمنيوم وكلور يوجد أرقام بالأسفل نستخدم هذه الأرقام كمولات لابد من وجود علما بأنه ممتاز نبدأ الآن حساب كخطوة أولى الكتلة المولية نأخذ الألمنيوم كم مكتوب في أسفل الصيغة عند الألمنيوم ممتاز واحد لا يوجد رقم يعني واحد فنقول واحد من الألمنيوم قم بضربة بـ 27 جرام لكل مول هذه 27 لنحصل على 27 جرام من الألمنيوم وحذفنا الوحدات المتشابهة المتعاكسة خذ الذرة التي تليها الكلور مكتوب في الأسفل ممتاز ثلاثة إذن ثلاثة مول من الكلور ضرب علما بأنه 35.5 جرام لكل مول ثم نتمم عملية الضرب بعد حذف الوحدات ثلاثة في 35.5 مية وستة ونص غرام كلور إذن الآن أنت أوجدت غرامات الذرات المكونة المركب نريد المركب كامل إذن نقوم بجمعها ممتاز 27 زائد مية وستة ونص يعطي الناتج مية وثلاثة ونص غرام لكل مول وهذه الآن أوجدناها الكتلة المولية لكلوريد الألمنيوم إذن بعد إيجادنا الكتلة المولية ما الخطوة الثانية تذكر معي؟ بعد الكتلة المولية حساب عدد المولات إذن نبدأ الآن نحسب عدد المولات بتحويل القرامات إلى مولات لأنني لا أريد القرامات الآن أريد عدد المولات إذن كخطوة ثانية حساب عدد المولات بتحويل كتلتها بالقرام لاحظ معي موجودة في مستطيل أحمر 35.6 جرام أريد الآن تحويل هذا الرقم إلى عدد مولات نريد معطيات يا أستاذة حسبنا الكتلة المولية هذه موجودة أمامي حسبناها في المرحلة السابقة الأولى بحيث أنها 113.5 جرام لكل مول محسوبة الآن وجاهزة ما هو قانون عدد المولات؟ ممتاز الكتلة بالقرام على الكتلة المولية الكتلة بالقرام في المستطيل الأحمر في السؤال الكتلة المولية حسبناها في المرحلة السابقة أو أوجدناها أو قمنا بإظهارها الآن أمامنا نقوم الآن بالقسمة إذن كتلة المادة 35.6 جرام من المسألة على 113.5 جرام لكل مول نحذف الآن الوحدات المتشابهة المتعاكسة في الأماكن المتعاكسة نحصل على وحدة بالمول لعدد المولات فكام القيمة ممتاز 267 من ألف مول من كولوريد الألمانيون إذن انتهينا من الخطوة الثانية وهي عدد المولات نتذكر حسبنا كتلة المولية حسبنا الآن عدد المولات الآن يريد وحدة صيغة كيميائية إذن ممتاز حساب عدد الجسيمات في القانون الآخر بمعلومية من؟ بمعلومية عدد المولات وهو عامل وشترك بين القانونين أصبح الآن عدد المولات موجود نتجه الآن إلى القانون الثاني في الجهة الأخرى وهو عدد الجسيمات وأريد من عدد الجسيمات اليوم ممتاز وحدة صيغة كيميائية فنأخذ الآن القانون حساب عدد الجسيمات أريد منه تعبير وحدة صيغة كيميائية الكولوريد الألمانيون المطلوب لابد من وجود عدد المولات قمنا بحسابه كان 267 من ألف مول ممتاز حسبناه في المرحلة التي قبل قليل إذا موجود عدد المولات ما هو قانون عدد الجسيمات وحدة صيغة كيميائية ما هو قانونه ممتاز عدد المولات ضرب عدد أفوكادرو نقوم بضرب القيام عدد المولات في عدد أفوكادرو إذا القانون عدد المولات في عدد أفوكادرو وأريد من عدد الجسيمات وحدة الصيغة قلنا عدد الجسيمات ذرات أو أيونات أو جزيئات أو وحدة صيغة نريد وحدة صيغة اليوم إذن لكلوريد الألمنيو الآن نقوم بالتعويض 267 من ألف أقوم بضربها في عدد أفو قادر ونحن نحفظ عدد أفو قادر ولا يوجد في المسألة ولا يكون معطى إذن 6.2% في 10.23 أتمم عملية الضرب لتحصل على قيمة كم وحدة صيغة في كلوريد الألمنيوم يعطي القيمة 1.6 ضرب 10.23 وحدة صيغة أصبحت وحدة الصيغة موجودة الآن الآن نتجه للطلبات الثلاثة يريد عدد آيونات الألمنيوم عدد آيونات الكلور ويريد كتلة وحدة الصيغة إذن أستطيع الآن أن أجاوب أو أجيب على السؤال A و B معا فنقول الآن حساب عدد آيونات الكلور والألمنيوم الآن أستطيع حسابها بعد إيجادي لوحدة صيغة عرفنا بقدار وحدة الصيغة كم؟ 1.6 في 10.23 وحدة صيغة نضع هناك معطى أمامي أوجدناها في المرحلة السابقة ناتي الآن كيف تحسب عدد الآيونات تذكر معي قبل قليل إيجاد نسبة نسبة عدد مولات عدد ذرات عدد آيونات الذرة إلى مركبها نسبة بين الذرة ومركبها أو الذرة والمركب المكونة له نبدأ الآن الألمنيوم داخل الصيغة الآن نقرأ بدلا من نقرأ من الأسفل نقول عدد ذرات أو نقول واحد مول الآن نقول آيون إذن على حسب الوضع إذن فأقرأ الآن الرقم تحت الألمنيوم بأنه آيون واحد فقط فنقول واحد من آيونات الألمنيوم الثلاثي على وحدة صيغة واحدة فقط أقوم بضربها في ماذا؟ في قيمة الوحدة الصيغة التي أوجدناها في المرحلة السابقة واحد فصل ستة في عشرة أس ثلاثة وعشرين كلوريد الألمنيوم أعطى الناتج كم آيون؟ كم عدد الآيونات؟ أعطاني واحد فصل ستة في عشرة أس ثلاثة وعشرين أيون من الألمنيوم هل؟ الآن استوعب طريقة إيجاد عدد الآيونات؟ إذن نقرأ الأرقام وكأنها آيونات في هذه المسألة نأخذ الكلور هل أقول ثلاثة مول؟ لا أحتاج المول اليوم إنما آيونات فأقول ثلاث آيونات ممتاز من الكلوريد على واحد وحدة صيغة واضربه في قيمة وحدة الصيغة وهي 1.6 في عشرة أس ثلاثة وعشرين كم يعطي الناتج آيونات كلور؟ ممتاز 4.8 أو 83 في عشرة أس ثلاثة وعشرين كلوريد من آيونات كلوريد إذن وضعنا أو أوجدنا A وB وهي عدد الآيونات ننتقل الآن إلى C ما هي الكتلة بالقرام؟ نقول احسب كتلة وحدة الصيغة واحدة فقط يريد واحدة فقط كم كتلتها؟ الطريقة احتاج إلى كتلة مولية لأن الطريقة تقول ماذا؟ قم بضرب الكتلة المولية في مقلوب عدد أفوغادرو الكتلة المولية 133.5 سوف أضربها في عدد أفوغادرو إذن راح أضربها في مقلوب عدد أفوغادرو فنأخذ مقلوب عدد أفوغادرو نقلب عدد أفوغادرو واحد على مقلوب عدد أفوغادرو ثم أضربها في الكتلة المولية وهي 133.5 كم يطلع الكتلة لوحدة صيغة واحدة فقط؟ سيكون القيمة 2.21 في 10 أس ناقص 22 جرام لكل وحدة صيغة طريقة حل أخرى لإيجادها إذن هنا ضربنا الكتلة المولية في مقلوب أفو قادرو الآن يقول قد تستخدم طريقة أخرى لحلها وهي أن تقسم الكتلة بالجرام في المسألة قم بقسمتها في المسألة على عدد الوحدات الصيغة وحدة الصيغة خرجناها 1.6 في 10 أس 23 نقسم الكتلة بالجرامات الآن 35.6 جرام على وحدة الصيغة قيمتها يعطي الناتج نفسه قبل قليل 2.21 في 10 أس 22 جرام لكل وحدة صيغة بهذه الطريقة أنتهيت من جميع المراحل في حل المسألة إذن ماذا استفدنا؟ استفدنا اليوم في درسنا أن المول هو عبارة عن مركز وسط في التحويل بين كتلة المركب إلى عدد الجسيمات وبين المول إلى مول الذرات والأيونات في كل من الثلاث حالات حتى أستطيع أن أتنقل لابد وإجباري أن أمر بعدد المولات كعامل مشترك كقانون مشترك بين جميع القوانين التي أحتاج إليها اليوم إذن ماذا درسنا اليوم؟ ممتاز درسنا كيف نحول الكتلة إلى عدد جسيمات حساب كتلة مولية حسبناها تحويل كتلة بالقرامات إلى عدد مولات الاعتماد على الكتلة المولية انتقلنا بعدها إلى حساب عدد أيونات حسبناها كيف نحول الكتلة إلى عدد جسيمات وطبقنا بعض التمارين والعمليات الحسابية إذن في الختام في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معزينا الطلاب والطالبات على قناة عين في منهج احياء واحد اليوم بإذن الله سوف نستكمل في حديثنا عن المفصليات ونتعرف على مجموعة أخرى من أنواع المفصليات فدعوني أن ننطلق في درسي لهذا اليوم ونتعرف عليه بشكل أكبر اليوم سوف نتعرف على أول نوع لدينا هنا أو الثاني نوع في الدرس الماضي تعرفنا على القشريات واليوم سوف نتعرف أيضا على النوع الثاني وهي العناكب دعوني نتعرف على خصائص العناكب بماذا تتميز العناكب بما أنها هي أحد أنواع المفصليات أولا نجد أن العناكب جميع العناكب هي من آكلات ماذا اللحوم قد يتفاجأ البعض ويعتقد أن العناكب بما أن البعض منها صغير الحجم تتغذى على النبات وهذه طبعا المعلومة غير صحيحة جميع العناكب من آكلات اللحوم أيضا بعض العناكب لها طريقة خاصة في عملية الحصول على الغذاء فمثلا هنا لو لاحظنا لدينا نوع من العناكب يسمى العنكبوت الذئب أو نوع آخر يسمى الرتيلة هذان النوعان طبعا بالنسبة لي العناكب تقوم باستياد الفرائس لكي تحصل على ماذا لكي تحصل على غذائها ولكن ليست جميع العناكب تقوم بهذه الآلية أو بهذه الطريقة لكي تحصل على غذائها فلو لاحظنا هنا البعض الآخر من العناكب تقوم بعملية نصب شبكة حريرية هذه الشبكة الحريرية طبعا تكون لزجة وهي عبارة عن خيوط بروتينية ماذا تعمل هذه الشبكة الحريرية هذه الشبكة الحريرية عندما يلتصق أو تلتصق بها أحد الحشرات تقوم هذه العناكب مباشرة كما نلاحظ هنا بعملية ماذا؟ بعملية تغليف هذه الفريسة كما نلاحظ فنجد أن بعض العناكب تلجأ إلى هذه الطريقة لكي تحصل على غذائها فلو لاحظنا هنا لدينا ماذا؟ المغازل المغازل ذكرناها قبل قليل طبعا لها دور مهم جدا في العناكب أولا قبل أن نتعرف على دورها توجد في بطن العنكبوت أهميتها طبعا تقوم بعملية نصب الشبكة لكي تلتصق بها ماذا؟ الفريسة الآن لاحظ هنا عملية نصب الشبكة في العنكبوت هو عبارة عن سلوك غريزي بالنسبة للعناكب فهي تقوم بنصب هذه الشبكة طبعا لأنه سلوك غريزي والهدف من هذه الشبكة التي تقوم بنصبها العناكب هو بالدرجة الأولى لكي تحصل على ماذا؟ لكي تحصل على الغذاء كما ذكرنا قبل قليل عندما تلتصق بها الفريسة هذه الشبكة تقوم أو يقوم العنكبوت بتغليف هذه الفريسة ثم بعد ذلك يتغذى عليها ولكن هنا لدينا طريقة مميزة في عملية الهضم للعناكب أولا هناك ما يسمى بالهضم الخارجي بالنسبة للعناكب ما هو الهضم الخارجي؟ الهضم الخارجي هو بعد ما يتم تغليف الفريسة تقوم هذه العناكب بإفراز إنزيمات هاضمة على هذه الفريسة ماذا تعمل هذه الإنزيمات الهاضمة؟ تعمل على تطرية جسم الفريسة ثم تقوم هذه العناكب بالتغذي عليها هل تتوقف هنا عملية الهضم؟ طبعا لا تستكمل العناكب أيضا في مرحلة أخرى من مراحل الهضم وهو ما يسمى بالهضم ماذا؟ بالهضم ماذا؟ بالهضم الداخلي ما هي أهمية الهضم الداخلي؟ أهمية الهضم الداخلي تكمن في عملية هضم أجزاء الغذاء التي لم تهضم في الهضم ماذا؟ في الهضم الخارجي إذن لاحظ هنا آلية الهضم في العناكب تتم على مرحلتين أولا الهضم الخارجي ثم بعد ذلك يتم تكملة عملية الهضم عن طريق الهضم ماذا؟ الهضم الداخلي لاحظ هنا من خلال هذه الصورة نستوضح أكثر في عملية نصب الشباك والتغذي على الفرائس لاحظ هنا في أول صورة تقوم أو يقوم هذا العنكبوت في البدء بعملية نصب هذه الشباك على أغصان الأشجار فلاحظ هنا أول خطوة ثم ثاني خطوة ثم هنا أيضا استكمل العنكبوت في بناءها الشباكة الحريرية لاحظ هنا أيضا يقوم أيضا باستكمال عملية بناء الشباك الحريرية حتى تكتمل هذه الشباكة الحريرية طبعا لاحظ الآن بعدما تكتمل هذه الشباكة الحريرية ذكرنا قبل قليل أن هذه الشباكة هي عبارة عن خيوط بروتينية لزجة طبعا ما هي أهمية اللزوجة لكي تلتصق عليها ماذا الفريسة لاحظ هنا معاي في هذه الصورة هنا فريسة ملتصقة بهذه الخيوط العنكبوت عندما الآن ملتصقت هذه الفريسة أتى الآن العنكبوت وعمل عملية تغليف لهذه الفريسة بعد ذلك يقوم العنكبوت بإفراز إنزيمات حاضمة يقوم بحضمها خارجيا خارج الجسم ثم يستكمل عملية الحضم في داخل الجسم فيسمى حضم ماذا حضم داخلي أيضا هنا آلية التكاثر في العناكب بما أن العناكب أحد أنواع الكائنات الحية إذن لها خاصية أنه ماذا أنها تتكاثر وتنتج أفراد جديدة من نفس النوع هنا آلية التكاثر كيف تتكاثر العناكب نجد أولا أنه يضع ذكر العنكبوت الحيوانات المنوية على شبكة صغيرة أولا يقوم ذكر العنكبوت بوضع الحيوانات المنوية على هذه الشبكة الشبكة التي قام ببنائها طبعا ثم بعد ذلك يلتقط هذه الحيوانات المنوية ويخزنها أين يخزن هذه الحيوانات المنوية في اللوامس القدمية إذن لاحظ آلية التكاثر أولا يقوم ذكر العنكبوت بوضع الحيوانات المنوية على الشبكة ثم يلتقطها مرة أخرى ثم يخزن هذه الحيوانات المنوية في تركيب مهم جدا وهو ما يسمى باللوامس القدمية بعد ذلك عند عملية التزاوج عند بدء عملية التزاوج يقوم الذكر بحقن الحيوانات المنوية في الأنثى بعد ذلك يقوم الذكر بحقن الحيوانات المنوية في أنثى طبعا العنكبوت بعدما تتم عملية الحقن تضع الأنثى البيوت طبعا في تركيب مهم جدا ما يسمى بالشرنقة هذه الشرنقة طبعا مهمة جدا بالنسبة لأنثى العنكبوت لأنه عبارة عن الحاضن الذي يحتضن هذا البيض هذه الشرنقة مميزة لماذا؟ لأنها مصنوعة من ماذا؟ مصنوعة من الحرير فقد يصل عدد البيض التي تضع هذه العناكب إناث هذه العناكب داخل هذه الشرنقة قد يصل في بعض الحالات إلى مئة ماذا؟ إلى مئة بيضة وهو يعد رقم كبير جدا أيضا بعدما يتم وضع البيض الآن متى تتم عملية فقس هذا البيض؟ تتم عملية فقس البيض وخروج الصغار من البيض تقريبا بعد تقريبا مدة زمنية قد تمتد إلى أسبوعين ثم تحدث عملية مهمة جدا وهي تنسلخ هذه الصغار ما بين خمسة إلى عشر مرات إلى أن تصبح حجم أو تصبح هذه الصغار بحجم العنكبوت ماذا البالغ ذكرنا سابقا وتحدثنا عن عملية الانسلاخ من يذكرني ويقول لي ما هي عملية الانسلاخ عندما تحدثنا عنها في الدروس الماضية؟ ممتازين جدا عملية الانسلاخ هي عملية طرح الهيكل ماذا الخارجي طرح الهيكل ماذا الخارجي أيضا هنا أيضا نتحدث أيضا عن نوع القراد والحلم والعقادة طبعا كلها تنتمي إلى نفس المجموعة وهي الآن كبيت لاحظ هنا القراد كما هو واضح الآن أمامكم في الصورة وأيضا الحلم طبعا هنا هذه الصورة للحلم هي مكبرة بواسطة المجهر ماذا الإلكتروني فبالتالي لا نستطيع أن نراها بالعين ماذا المجردة فلاحظ هنا مكبرة صورة للحلم بالمجهر ماذا الإلكتروني أما هنا هي صورة للعقرب كما نلاحظ هنا في هذه الصورة نجد أن القراد والحلم والعقارب كما ذكرنا تنتمي إلى طائفة ماذا العنكبيات تنتمي إلى طائفة ماذا العنكبيات معظم أطوال الحلم كما لاحظناه الآن في الصورة هنا طبعا طوله أقل من 1 ملي متر أي أن طوله صغير جدا 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 فبالتالي لا نستطيع أن نراه ماذا بالعين المجردة فبالتالي نلجأ إلى استخدام المجهر ماذا الإلكتروني لكي نتمكن من رؤية هذا الحيوان لو أيضا استعرضنا هنا في الحلم نجد أنه له رأس صدر وبطن أي أن الجسم مكون من جزئين رأس صدر جزء وبطن الجزء ماذا الثاني طبعا في قطعة جسمية واحدة في قطعة جسمية ماذا واحدة أيضا هنا لدينا في القراد والحلم ما هي خصائص القراد والحلم بماذا تتميز القراد والحلم نجد هنا أن الحلم قد يكون مفترسا أو متطفلا على حيوانات ماذا أخرى فلاحظ هنا بالنسبة للحلم مختلف أو هناك تباين في معيشة الحلم فقد يكون مفترس وأيضا قد يكون في بعض الحالات متطفلا القراد طبعا مشهور جدا وهو طفيلي القراد طبعا مشهور وهو ماذا يعيش معيشة تطفولية يتغذى بامتصاص الدم بعد التصاقه بجسم ماذا العائل إذن معيشة القراد هي معيشة تطفولية طبعا لو استعرضنا أو رجعنا سويا بشكل سريع ما هو تعريف العلاقة التطفولية هو عبارة عن علاقة بين كائنين أو أكثر إحداهم يستفيد والآخر يتضرر أيضا هنا يخزن القراد بعض مسببات الأمراض وهنا تكمن خطورة القراد لماذا يعد القراد من أخطر الأنواع في هذه الطائفة طائفة العنكبيات لماذا؟ لأنه عبارة عن مستودع عبارة عن مخزن للأمراض فلاحظ هنا القراد قد يخزن مسببات الأمراض من الفيروسات أو البكتيريا أو الأوليات وينقلها إلى العائل عند لدغ هذا العائل فعندما يقوم هذا القراد بالتطفل على خلنا أخذ مثال الآن عندما يتطفل على الإنسان يلتصق هذا القراد على الإنسان عندما يكون هذا القراد يحتوي على مسبب مرض سواء كان فيروس أو بكتيريا هو في هذه الحالة عندما يتطفل ينقل مسبب المرض الآن إلى العائل الذي تطفل ماذا عليه لذا القراد يعد من الأمثلة أو الحيوانات التي تقوم بنشر العديد من الأمراض فلاحظ هنا الأمراض التي يسببها القراد طبعا لدينا هنا مرض اللايم وحمى جبال الروكي مرض اللايم وحمى جبال الروكي من أشهر الأمراض التي تسببها القراد قد يتساءل البعض ويقول ما هي أعراض الإصابة بمرض اللايم أو حمى جبال الروكي طبعا مرض لايم وحمى جبال الروكي تقريبا متشابهة في الأعراض طبعا الأعراض في الغالب تكون عبارة عن طفح جلدي يكون باللون الأحمر أيضا هناك قشعريرة وأيضا حمى ألام في المفاصل ولكن في حمى جبال الروكي أيضا لها اسم آخر وهي الحمى الزرقاء حمى جبال الروكي قد أيضا تسبب أو قد تمتد الأضرار إلى أكبر من ذلك قد تسبب أضرار للقلب وقد تسبب أضرار أيضا لماذا للكلة لذا تعد حمى جبال الروكي طبعا خطيرة جدا أين تنتشر؟ لو سألنا الآن سؤال أين تنتشر الإصابة بمرض لايم وحمى جبال الروكي غالبا ما تنتشر في الولايات المتحدة فمشهور جدا لديهم مرض اللايم وحمى جبال ماذا؟ حمى جبال الروكي أيضا هنا لدينا العقارب طبعا الأغلب نعرف بعض المعلومات عن العقارب لكن لها خصائص كثيرة جدا العقارب نجد بأن العقارب تتغذى على الحشرات والعناكب وأيضا اللافقريات صغيرة الحجم فلاحظ هنا غذاء العقارب متنوع فهو قد يشتمل على الحشرات أو العناكب وأيضا اللافقريات الصغيرة طبعا تمسك بها عن طريق ما يسمى باللوامس عن طريق ما يسمى باللوامس القدمية وأيضا تقوم بتمزيقها بلواقطها الفمية إذن عملية امساك هذه الفريسة تتم عبر ماذا؟ عبر اللوامس القدمية ولكن عملية تمزيق الفريسة تقطيع الفريسة تتم عبر ماذا؟ عبر اللواقط الفمية متى تنشط العقارب؟ متى تقوم العقارب البحث عن الغذاء؟ في أي فترة؟ نجد بأن العقارب تنشط في الفترة المسائية أو في الليل وتختبع العكس تماما في فترة ماذا؟ في فترة النهار؟ طبعا تختبع في جذوع الأشجار أو أحيانا في الجحور وإلى آخره أيضا تستخدم العقارب كما نلاحظ من خلال هذه الصورة اللاسع الموجود في نهاية ماذا؟ البطن هذا اللاسع الواضح أمامكم الآن هذا اللاسع الواضح الآن أمامكم يقوم بعملية لسع الفريسة وغرس أيضا السم الذي يحتويه العقرب داخل الفريسة أيضا هنا لو تحدثنا عن العقارب التي تعيش في بيئتنا في المملكة العربية السعودية نجد أنه في المملكة العربية السعودية يوجد تقريبا حوالي 24 نوع من العقارب 24 نوع من العقارب طبعا تنتمي إلى فصيلتين مهمة جدا أول فصيلة لدينا هنا السكوروبي يونيدا وأيضا البوثيدا طبعا من أشهر الفصائل التي تتواجد في بيئتنا هنا في المملكة العربية السعودية الآن هنا الفصيلة نجد بأنها تضم تقريبا سبعة أنواع عام البوثيدا تقريبا تضم 17 نوع فلاحظ هنا كل موطن بيئي أو كل مكان له نوع من العقارب أو نوع من الكائنات الحية التي تعيش ماذا فيه فنجد هنا من أشهر العقارب التي تنتشر هنا في المملكة العربية السعودية مثل عقرب فاشون الأصفر وأيضا العقرب الأسود والعقرب الجزار والعقرب العربي طبعا هذه عبارة عن تسميات لأنواع مختلفة من العقارب أيضا العقارب بما أنها حيوانات سامة هي تختلف بدرجة السمية قد نجد عقرب شديد الخطورة أي شديد السمية وهناك أنواع أخرى من العقارب ولكنها أقل خطورة وأقل ماذا سمية فنجد بأن تختلف درجة السمية في العقارب المنتشرة في المملكة العربية السعودية بين الضعيفة كالعقرب الجزار إلى الشديدة السمية كالعقرب الأسود إذن تتباين في شدة السمية هنا لدينا أيضا نوع آخر من الحيوانات التي تنتمي إلى المفصليات يسمى هذا الحيوان الواضح أمامكم ما يسمى بسرطان حذاء الفرس أولا دعونا نتعرف لماذا سمية سرطان حذاء الفرس بهذا الاسم لاحظ هنا الشكل حاول الآن أن نربط شكل هذا الحيوان بالتسمية نجد بأن شكل حيوان هو شبيه بحذاء أو حذوة الفرس فبالتالي سمية بهذا الاسم سرطان حذاء الفرس دعونا نتعرف بشكل أكبر على هذا الحيوان ونتعرف على خصائص هذا الحيوان فنجد أولا أن سرطان حذاء الفرس هو عبارة عن حيوان بحري أي يعيش أين يعيش في البحار وأيضا له هيكل خارجي ثقيل الوزن وغير مقسم وأيضا ماذا غير مقسم يشبه حذاء الحصان كالشكل العام أيضا يقوم هذا الحيوان باستخدام الكلابات واللواقط الفمية والأزواج الثلاثة من الأقدام للعديد من وضاعه فمثلا يستخدمه في عملية المشي وأيضا الحصول على الغذاء من قاع البحر أيضا يتغذى سرطان حذاء الفرس على أنواع مختلفة من الفرائس فمثلا يتغذى على الديدان الحلقية وأيضا يتغذى على الرخويات واللافقريات فيمسكها طبعا بأقدامه الكلابية أيضا تحورت الزوائد الخلفية بالنسبة لسرطان حذاء الفرس إلى الصفائح تشبه ماذا؟ تشبه الأوراق في نهايتها لأنها دقيقة جدا فبالتالي يمكن استخدام هذه الزوائد الخلفية في عملية الحفر أو في عملية ماذا؟ في عملية السباحة هنا بعض الأسئلة على درسنا لهذا اليوم السؤال الأول يسبب القراد مرض هل هو مرض اللايم؟ أم مرض الملاريا؟ أم مرض النوم؟ نجد أن الإجابة الصحيحة هو مرض ماذا؟ مرض اللايم أيضا السؤال الثاني في درسنا لهذا اليوم تبدأ عملية الحضم في العنكبوت خارجيا داخليا جميع ما سبق نجد بأن الإجابة الصحيحة تبدأ عملية الحضم خارجيا ثم تستكمل عملية الحضم داخل الجسم وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح اشتركوا في القناة 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابنا وطالباتنا في أنحاء مملكتنا الغالية أهلا وسهلا بكم بالأمس قد اختتمنا أهم وأبرز الأمور التي قدموها علماء الأحياء تجاه التنوع الحيوي والأخطار التي تواجه هذا التنوع الحيوي واتفقنا سويا أنه من ضمن وأهم الجهود التي قام بها علماء البيئة هو إنشاء الممرات البيئية وعرفنا الممر البيئي أنه هو رابط ونقطة اتصال وظيفي فعال بين الأنظمة البيئية أو بين مواطن مختلفة لنوع أو مجموعة أنواع سامحا لها بالانتشار أو الهجرة إذن ونحن نتكلم عن الأخطار التي تواجه التنوع الحيوي ذكرنا من ضمن الأخطار والعوامل التي تهدد التنوع الحيوي هو تجزئة الموطن البيئي علماء البيئة حاولوا تجاه هذه الأنواع المهددة بالإنقراض هذه الأنواع التي تضررت من هذه التجزئة بإنشاء ممرات ما بين البيئات التي قسمت من خلال ما أسميناه الممرات البيئية بالأمس ونحن نتكلم عن الممرات البيئية ذكرنا أن للممرات البيئية أهميات أيضا كان لها سلبيات فأهم أو أهميات الممرات البيئية هي أن تسمح بحركة أفراد الأنواع المختلفة بين أجزاء مواطنها بحرية وبشكل آمن إذن هذه الممرات سمحت لهذه المخلوقات أن تتنقل في مواطنها البيئية أن تتحرك أن تنتشر أيضا يكون انتقالها بشكل آمن ولا تتعرض للأخطار كذلك هذه الممرات البيئية سمحت بانتشار الأنواع أيضا أعطت مساحة أوسع مما يسمح بدعم عدد أكبر من الأنواع مما يعني زيادة التنوع الوراثي ونحن نتكلم في التنوع الوراثي ذكرنا أن التنوع الوراثي مهم جدا ويفيد في عملية مقاومة الأمراض اكتساب صفات جديدة قدرة المخلوقات الحية على التكيف ومواجهة التحديات الجديدة هذا التنوع الوراثي يكون أفضل أكبر عندما تكون الجماعات أكبر كلما قلت أعداد الجماعات كلما قلت أعداد التنوع الوراثي ونحن نتكلم عن تجزئة الموطن البيئي ذكرنا من أهم أضرار تجزئة الموطن البيئي هي قلة الجماعة إذن اتصال الأفراد سوف يصبح قليل بذلك سيقل التنوع الوراثي ولكن بعد الله بعد إنشاء هذه الممرات أصبح التنقل والاتصال بين الجماعات بشكل أكبر مما سمح لهذه المخلوقات الاتصال بأعداد أكبر وهذا يعني تنوع وراثي أكبر مثلما كان للممرات البيئية أهميات كذلك كان للممرات البيئية سلبيات برزت أهم سلبيات الممرات البيئية في كون أن هذه الممرات تسمح بانتقال الأمراض من منطقة لأخرى وذلك من خلال انتقال الحيوانات المصابة من جزء لآخر أو بانتقال الآفة نفسها الممرض نفسه المسبب نفسه إذن هذه الممرات البيئية لو كان عندنا مثلا أربعة أجزاء من المواطن البيئية أحد هذه المواطن كان فيه مرض أو الجماعة الموجودة في هذا الجزء كانت مريضة عندما انتقلت أفراد هذه الجماعة لباقي الأجزاء سوف تنقل معها هذا المرض أيضا قد ينتقل المسبب للمرض الآفة المسبب للمرض هي بنفسها قد تنتقل من خلال هذه الممرات فينتقل المرض ما بين الأفراد الجديدة والتي توجد في الأجزاء المختلفة كذلك من سلبيات الممرات تزيد من أثر الحد البيئي فالموطن البيئي الكبير له حد أقل ولكن غالبا ما يصعب الحفاظ على الموطن البيئي الواسع ذكرنا بالأمس أنه كلما كان الموطن البيئي أصغر كلما كانت السيطرة عليه أفضل نستطيع أن نقدم له حماية ورعاية ومراقبة تقنية ومالية وكلما كان النظام البيئي أكبر أوسع كان الأمر أصعب اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن آخر دروس الأخطار التي تواجهت التنوع الحيوي وهو استصلاح النظام البيئي والتنوع المحمي بالقانون ماذا نقصد بمصطلح الاستصلاح البيئي؟ نقصد بالاستصلاح البيئي هو إعادة الحياة لمنطقة ما بعد تأثرها بعدة عوامل إذن نظام بيئي منطقة بيئية تعرضت لكارثة هذه المنطقة تحتاج إلى استصلاح الاستصلاح هو إعادة النظام البيئي الذي تعرض لكارثة لوضعه الطبيعي قبل حدوث هذه الكارثة يتم حيانا تدمير التنوع الحيوي في مناطق مختلفة أو في منطقة ما حيث لا يزود النظام البيئي الصحي بالعوامل الحيوية واللاحيوية التي يحتاج إليها كل نظام بيئي ونحن نتكلم في مستوى التنظيم ذكرنا النظام البيئي عبارة عن عوامل حيوية وعوامل لاحيوية هذه الكوارث هذه التدميرات هذه الأخطار التي تعرض لها النظام البيئي قد لا تسمح لهذا النظام البيئي بالحصول على العوامل الحيوية واللاحيوية التي يحتاج إليها فيصبح النظام البيئي غير صحي وغير قادر على دعم الأنواع التي تعيش داخل هذا النظام عندما نكسم الكوارث تتعرض لها الأنظمة البيئية نستطيع تكسيمها إلى كوارث طبيعية أو كوارث كانت بفعل الإنسان كل ما ذكر على السبورة هو من باب ضرب المثل أو من باب الذكر ليس من باب الحصر كوارث طبيعية مثل النيازك مثل الصواعق مثل الأعاصير مثل البراكين كلها ضمن الكوارث الطبيعية التي قد تحدث ضرر في الأنظمة البيئية تدمر الأنظمة البيئية تؤثر في التنوع الحيوي داخل النظام البيئي كذلك الإنسان أو بفعل الإنسان هناك عوامل تدمر الأنظمة البيئية مثل الصناعة الإشعاعات إزالة المواطن من خلال قطع الأشجار ونتذكر في درسنا السابق ونحن نتكلم عن الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي ذكرنا أن إزالة الموطن البيئي هو أهم خطر في تسبب إنكراض المخلوقات الحية من الأمثل على تدمير التنوع الحيوي عندما يستغل الإنسان مثلا على سبيل المثال غابة مطيرة استوائية أزيل غطاءها النباتي بفعل الإنسان تصبح هذه الغابة غير صالحة للزراعة بعد عدة سنوات بعد أنها عمليات التعدين الصناعية تترك الأرض في وضع لا يدعم التنوع الحيوي بمعنى لو كان عندنا منطقة في أحد المناطق الغابات المطيرة الاستوائية أزيلت هذه المنطقة بهدف صناعي إجراء عليها أو استخراج بعض المعادن هذه الغابة بعد انتهاء الأعمال البشرية تصبح هذه التربة غير داعمة للتنوع الحيوي التي كانت تمتلك في السابق قبل هذه الكارثة التي حدثت بفعل الإنسان إذن هذه الغابة تربتها تصبح غير صالحة للزراعة غير قادرة على إعطاء النباتات أو المخلوقات التي كانت تعيش فيها الحيوية الموجودة قبل حدوث هذه الكارثة أيضا من ضمن الكوارث التي تعرض لها الأنظمة البيئية هو التسرب النفط فالتسرب المفاجئ للبقعة النفطية والمواد الكيميائية السامة لدرجة لا تستطيع الأنواع العيش معها بمعنى أن هذه المواد السامة تسربت إلى الموارد التي من خلالها المخلوقات الحية تحصل على مواردها وتحصل على احتياجاتها فتصبح أكبر سمية لا يمكن الاستفادة منها عندما نتكلم عن زمن الاستصلاح بعد الكوارث بمعنى أنه عندما تحدث كارثة يحدث خلل في النظام البيئي حتى يعود النظام البيئي لوضعه الطبيعي لنشاطه السابق لحيويته السابق هناك فترة من الزمن يحتاج لها هذا النظام البيئي الذي تعرض لكارثة لا يرتبط زمن استرداد الجماعات الحيوية لنشاطه بشكل مباشر بغض النظر عن كون الكوارث طبيعية أم بفعل الإنسان بمعنى لو كان عندنا كارثة طبيعية أو كان عندنا كارثة بفعل الإنسان عودة النظام لطبيعته لبيئته غير مرتبطة بنشاط المخلوقات الحية أو بنشاطات المخلوقات الحية إذن من هذه العبارة نستنتج أن هناك عوامل تحدد الزمن الذي يعود فيها النظام البيئي أو يحتاجها النظام البيئي لكي يعود فالعوامل المحددة لزمن عادة الاستصلاح واحد حجم المنطقة التي تتأثر أيضا نوع الاضطراب الذي يحدث لهذه المنطقة إذن أنشاطة المخلوقات الحية نشاطة المخلوقات الحية ليس له علاقة بزمن إعادة الاستصلاح ما هي العوامل التي تحدد زمن الاستصلاح؟ إما مساحة المنطقة وبالتأكيد وبالطبع كلما كانت المنطقة أكبر كانت الفترة الزمنية كذلك أكبر أيضا نوع الاضطراب نوع الكارثة التي حدثت لهذا النظام البيئي هي أحد وأبرز وأهم العوامل التي تحدد الزمن الذي يعود فيه النظام البيئي لطبيعته في الجدول يظهر معنا على المحور السيني حجم المنطقة المتضررة ومثلنا على المحور الصادي زمن إعادة الاستصلاح بالسنوات في الصورة ذكرنا أكثر من مثال مثلنا الكوارثة الطبيعية باللون الأخضر وكوارثة بفعل الإنسان باللون الأصفر والكوارثة الطبيعية والتي سببها الإنسان مثلناها باللون الأزرق فمن ضمن الأمثلة على السبورة مثلا سقوط النيزك سقوط النيزك يحتاج سنوات طويلة تتجاوز عشرة آلاف سنة لكي يعود النظام البيئي إلى طبيعته في الفيضانات قد نحتاج إلى 100 سنة حتى يتم استصلاح هذه المنطقة ولكن عندما نشاهد مثلا سقوط الشجرة أو سقوط الأشجار يحتاج تقريبا 10 سنوات ليعود النظام البيئي لحيويته كذلك في صاعقة البرق نحتاج إلى أقل من 10 سنوات تقريبا 5 سنوات ليعود النظام البيئي إلى طبيعته ففي الجدول نمثل العاملان المحددان لزمن استصلاح النظام البيئي ومثل ما اتفقنا حجم المنطقة التي تأثرت بالكارثة سواء كارثة طبيعية أو كارثة بفعل الإنسان أيضا العامل المحدد الآخر وهو زمن إعادة الاستصلاح يستخدم علماء البيئة طريقتين لتسريع عملية استصلاح الأنظمة البيئية عفوا في الجدول العوامل المحددة التي تعتمد على إعادة استصلاح النظام البيئي مثل ما اتفقنا حجم المنطقة ونوع الاضطراب الذي تعرضت له هذه المنطقة علماء البيئة بدورهم الكبير بدورهم الفعال يحاولون التسريع من عملية الاستصلاح فيستخدم علماء البيئة طريقتين لتسريع عملية استصلاح الأنظمة البيئية إما من خلال المعالجة الحيوية أو من خلال الزيادة الحيوية ففي المعالجة الحيوية يبرز لدينا استخدام المخلوقات الحية مثل بداية النواء الفطريات النباتات لإزالة المواد السامة من المنطقة الملوثة لو كان لدينا منطقة زراعية تربة ملوثة نستخدم معها أحد نواع الفطريات نستخدم معها أحد البدائيات النواء أيضا النباتات نستطيع استخدام النباتات من خلال النباتات تمتص هذه السموم الموجودة في التربة ثم يتم جمع هذا المحصول وبالتالي يكون تخلصنا من هذه السموم الموجودة في التربة إذن في الجزء الأول في الطريقة الأولى في التقنية الأولى التي يستخدمها علماء البيئة للتسريع من عملية استصلاح الأنظمة البيئية التي تتعرض للكوارث واحد المعالجة الحيوية ماذا نقصد بالمعالجة الحيوية؟ المعالجة الحيوية هي استخدام مخلوقات حية لتخلصنا من السموم الموجودة في البيئة مثل ما اتفقنا البدائيات الفطريات وفي النباتات في الكتاب ذكر أن النباتات تستخدم لامتصاص السموم الموجودة في التربة ومن ثم يتم جمع هذه النباتات مثلا بيئة كانت متأثرة بالخارسيين أو بالزنك أحد هذه المواد الكيميائية هذه النباتات تقوم بامتصاص هذه المواد الكيميائية ومن ثم نقوم بجمع هذه النباتات أو جمع محصول هذا النبات ونكون بكذا خلصنا هذه التربة من السمية التي وجدت فيها في المعالجة الحيوية أيضا تستخدم بعض المخلوقات الدقيقة في تحليل النفط الذي اختلط مع التربة الرملية فلوث المياه الجوفية هذه البكتيريا التي تظهر معنا في الصبورة استخدمت في معالجة البقع النفطية هذه البكتيريا تحلل هذا الوقود وتطلق ثاني أكسيد الكربون أيضا العلماء وجدوا أنه عندما نعطي لهذه البكتيريا لهذه البدائيات تغذية أكبر يكون عملية التسريع أكبر إذن العلماء في المعالجة الحيوية استخدمون المخلوقات الحية من أبرزها هذه البدائيات استخدمت في إزالة البقع النفطية ماذا تعمل هذه البكتيريا؟ تتغذى على هذا الوقود وتحلله ثم تطلق غادثاني أكسيد الكربون هذه البدائيات وجدوا العلماء أيضا عند إعطاها تغذية أكبر عند إعطاها مواد غذائية هذه البكتيريا هذه البدائيات تساعد في تسريع العملية تساعد في تسريع العملية فوجد العلماء أن إضافة مواد غذائية إلى التربة تزيد من سرعة المخلوقات الدقيقة في إزالة التلوث استخدم العلماء طبعا بنفس الجزئية احنا تكلمنا عنها سبقناها في الشريحة السابقة مثل ما ذكرنا بعض نواع النباتات استخدمت لإزالة المواد الكيميائية الموجودة في التربة الطريقة الثانية الأسلوب الثاني التقنية الثانية التي استخدموها العلماء البيئة هي الزيادة الحيوية ماذا نقصد بالزيادة الحيوية؟ الزيادة الحيوية نقصد فيها قتل الأحياء بالأحياء ونحن نتكلم عن التلوث ذكرنا من أهم وأبرز أشكال التلوث التضخم الحيوي ذكرنا أن الإنسان استخدم مادة الديدي تي في عملية كمبيد حشري لرش المحاصيل مقاومة الحشرات التي تهاجم هذه المحاصيل الزراعية هذا الديدي تي هذا المركب كان له أثر فعال أفاد المزارعين ولكن فيما بعد اكتشفنا أن له ضرر كبير في البيئة طيب كيف نواجه هذا الخطر وبدون منظر النباتات؟ العلماء أصبحوا يستخدمون ما نسميه المقاومة الحيوية الزيادة الحيوية من أبرز الأمثلة يوجد حشرة تسمى حشرة المن الحشرة الصغيرة السودية تظهر في الصورة هنا نسميها حشرة المن حشرة المن حشرة متطفلة تهاجم الخضروات تهاجم النباتات تؤرق المزارعين تتعب المزارعين المزارع لو استخدم مبيد حشري سوف يقتل هذه الحشرة ولكن سوف يؤثر على نباتات المزرعة وقد يؤثر على حشرات نافعة داخل هذه المزرعة وجدوا المزارعين أن حشرة الدعسوقة لا تؤثر على المزارع ولا تصدر أي ضرر وهذه الدعسوقة تتغذى على حشرة المن فأصبح المزارعين يربون حشرة الدعسوقة لتقوم هي بدورها بقتل حشرة المن هنا مقاومة حيوية هنا قتل أحياء بأحياء دون استخدام أي مواد كيميائية إذن في المثال الثاني أو في التقنية الثانية دور العلماء للتسريع من زيادة الاستصلاح هو استخدام الزيادة الحيوية ماذا نقصد بالزيادة الحيوية؟ نقصد فيها قتل الأحياء بالأحياء مقاومة الأحياء بالأحياء من أبرز الأمثلة حشرة المن التي سببت الضرر للمزارع حشرة المن هذه الحشرة الضارة تضر المحاصيل الزراعية دمرت المحاصيل الزراعية استطعنا مقاومتها من خلال تربية حشرة الدعسوقة الدعسوقة قامت بالقضاء أو التغذي على المن في المقابل أصبحت المزرعة بدون ضرر ولم تتعرض للمبيدات الحشرية أو تتعرض لأخطار التلوث فنقصد بالزيادة الحيوية هي إدخال مخلوقات حية مفترسة طبيعية إلى نظام بيئي مختل حشرة المن حشرة صغيرة تأكل خضروات وتدمر المحاصيل الزراعية وتنقل الأمراض يعتمد بعض المزارعين على الدعسوقة للتخلص منها بذلك يمكن استخدامها للقضاء على حشرة المن دون أن تؤذي المحاصيل الزراعية التنوع الحيوي المحمي بالقانون علماء البيئة عندما لاحظوا الأخطار تواجهها الأنظمة البيئية الأنواع المهددة بالانقراض هنا أصبح هناك حراك عالمي حراك دولي تجاه هذه البيئات تجاه هذه الأنواع وأصبح هناك اتفاقيات ما بين دول العالم بهدف الحفاظ على هذه المكونات الحيوية خلال عام 1970 تم تفعيل القوانين في دول العالم وتوقيع الكثير من المعاهدات ضمن الجهود للحفاظ على البيئة وقعت معاهدة دولية لحماية الأنواع التي أصبحت على حفة الانقراض أو معرض لخطر الانقراض عام 1975 وقعت معاهدة دولية لمنع تجارة الأنواع المهددة بالخطر وتجارة أجزاء الحيوانات كأنياب الفيل وقرون وحيد القرن إذن هذه الاتفاقيات نصت على تحريم بيع هذه المخلوقات المهددة بالانقراض أيضا على تحريم الأجزاء التي هي من ضمن الأجزاء الاقتصادية ونحن نتكلم في الاستغلال الجائر في الصيد الجائر ذكرنا أن هذه المخلوقات تمثل قيم اقتصادية يستفاد من لحومها يستفاد من جلودها الفيل وحيد القرن يستفاد من أنيابها إذن هذه المعاهدات نصت على تحريم بيع مثل هذه الأجزاء الأحيائية المملكة العربية السعودية مثل ما عودتنا بخطواتها تجاه البيئة وحماية البيئة وافقت المملكة على أربعة اتفاقيات دولية للمحافظة على التنوع الحيوي أولى الاتفاقيات هي اتفاقية المحافظة على حياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون عام 2003 ميلادي أيضا وقعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي عام 2001 كذلك وقعت معاهدة المحافظة على أنواع المهاجرة عام 1989 ميلادي وفي رابع الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية المعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالمخلوقات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض عام 1995 إذن في نهاية درسنا قبل أن ننتقل للأسئلة الاستصلاح يعتمد على عاملين رئيسيين أو العوامل التي تؤثر في الأنظمة البيئية إما كوارث طبيعية أو بفعل الإنسان عودة هذا النظام البيئي لطبيعته تعتمد على عاملين رئيسيين حجم المنطقة التي تأثرت أيضا نوع الكارثة التي تعرض لها أو نوع الاضطراب الذي تعرض له علماء البيئة حاولوا بطرقهم بأبحاثهم التسريع من زيادة الاستصلاح في النظام البيئي من خلال المعالجة الحيوية أيضا من خلال الزيادة الحيوية في نهاية الدرس لدينا مناقشة بسيطة في أولى الأسئلة ما هي العوامل التي تحدد زمن الاستصلاح لنظام بيئي تعرض لكارثة مثل ما ذكرنا ومثل ما اتفقنا سويا لدينا عاملين رئيسيين يحدد زمن استصلاح الأنظمة البيئية وهو حجم المنطقة ونوع الاضطراب ماذا يستخدم علماء البيئة لتسريع عملية إعادة استصلاح النظام البيئي إما من خلال المعالجة الحيوية أو من خلال الزيادة الحيوية بهذا السؤال نكون وصلنا إلى نهاية درس أختار تواجهة التنوع الحيوي أيضا نهاية دروس فصل التنوع الحيوي في الدرس القادم بإذن الله سوف يكون لدينا حل لأسئلة الاختبار المقنن ونهاية التقويم رجائي لكم بالتفويق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الحوث العلمية هو نظام التوثيق الوارد في دليل جمعية علم النفس الأمريكية والمعروف بنظام ABA وهو اختصار لماذا؟ لجمعية علم النفس الأمريكية إذن هذا الرمز أو الخاص لهذا التوثيق هو اختصار لجمعية علم النفس الأمريكية وهذا النظام يعرف بنظام اسم التاريخ وفيه يكتب اسم المؤلف والمؤلفين متبوعاً بتاريخ نشر العمل المقتبس من وذلك بين قوسين في المتن ويضاف لها رقم الصفحة أو الصفحات أحياناً إذن لدينا هذه المرحلة التوثيق إذا قام الباحث باستشهاد من أحد المراجع سواء كانت الكتب أو مقالات علمية أو مجالة علمية إذن لابد علي أن يقوم بما يسمى بالاقتباس وتوثيق ما قام بالاستشهاد من فإذن يكتب بدينا اسم المؤلف وأيضاً رقم الصفحة والتاريخ حالات التوثيق ضمن البحث هناك عدة حالات لكيفية أو عند التوثيق في البحث عندنا إذا كان المرجع كتاب وإذا كان المرجع بحث منشور وإذا كان موقعاً على الانترنت ذكرنا أن الباحث هو إذا يرجع لعدة هذه المصادر تكون مصادر مختلفة إما تكون كتب أو تكون مراجع إلكترونية أو أيضاً تكون هذه المراجع بحث منشور مثلاً عدة أبحاث في كتاب فكيف يتم التوثيق ضمن البحث إذا كان المرجع كتاباً إذا كان المرجع كتاباً فكيف يتم التوثيق في هذا المرجع يبدأ الباحث هنا بماذا؟ أنه يكتب اسم عائلة المؤلف بعد ذلك فاصلة سنة النشر فاصلة الصفحة أو الصفحات ويتم ذلك بين قوسين إذن يضع قوسين ويبدأ بكتابة ماذا؟ بكتابة عائلة المؤلف وسنة النشر والصفحة أو الصفحات على سبيل المثال إذا كان المؤلف منفرداً يعني إذا كان المؤلف مؤلف واحد فقط لذكرنا لكم سابقاً أن من خلال ما تحدثنا عن الفهرسة وعن التصنيف أن هناك قمنا بتطبيقات في التصنيف أن هناك بعض الكتب يوجد لها أو أكثر من مؤلفين مؤلف واحد أو اثنان أو ثلاثة فإذا كان المؤلف هنا لدينا مؤلف واحد فقط فعلى سبيل المثال يبدأ بكيف وضع هذا أو بالتوثيق أو يبدأ بالكتابة بتركي وفاصلة وسنة النشر أو سنة التي هي الفين واثنين والصفحة ورقم الصفحة بعدها بذكر ثمانية وسبعين أيضاً لو كان إذا كان لكن إذا كان الكتاب لمؤلفين في مؤلفين اثنين فكيف يكون وضع هذه أو كيف طريقة ألية أو طريقة أسماء المؤلفين فيبدأ بوضع العائلة المؤلف الأول والذي هو القدومي ثم بعد ذلك يضع فاصلة وأيضاً عائلة المؤلف الثاني وهو عبد الحق فاصلة 2001 وثم رقم الصفحة أيضاً لكن إذا كان لدينا الكتاب أكثر من ثلاث مؤلفين إذا كان هناك لثلاثة فأكثر فيبدأ يكتب بماذا؟ اسم عائلة المؤلف الأول ثم ماذا يضاف إليها عبارة وآخرون على سبيل المثال تكتب هكذا يبدأ طبعاً بين قوسين أنيس فاصلة وآخرون فاصلة والتاريخ ثم فاصلة والصفحة بعد ذلك لدينا إذا كان المرجع بحث منشور فهي تتبع إذا كان المرجع بحث منشور فهي مثلاً في مجالة علمية فيراعي فيه مما سبق ما تحدثنا عنه في هذه المرحلة الأولى إذا كان موقعاً على الإنترنت فيكتب على النحو الآتي إذا كان موقعاً على الإنترنت فيكتب على النحو الآتي يبدأ بكتابة اسم المؤلف إن وجد ثم ذلك عنوان المقالة والسنة ثم ماذا؟ رابط وعنوان الموقع على سبيل المثال يبدأ بكتابة ماذا؟ أول ماذا؟ يبدأ بكتابة اسم المؤلف على سبيل المثال هنا اليوسفي ثم يضع فاصلة وبعد ذلك يبدأ بعنوان هذه المقالة على سبيل المثال هنا جدوى اقتصادية وبيئية من استغلال الطاقة المتجددة بعد ذلك فاصلة وتاريخ النشر الذي هي 2005 ثم عنوان الموقع هنا وأخيراً تاريخ دخول الموقع لدينا في هذه المرحلة الاقتباس إذا كان لدينا عدة أمثلة إذا بدأ الباحث في مثلا أو أراد الاقتباس من أحد هذه المراجع فلديه فيكون هناك إما اقتباس مباشر أو يكون اقتباس غير مباشر فنبدأ في الأولى ونتناول مثال الاقتباس على المباشر بحيث أن هذا الاقتباس مباشر يقصد به ماذا؟ بأن الباحث يستجهد بهذه المعلومة من هذا المؤلف أو الباحث تكون حرفياً مقيدة كاملاً دون أن ينقص من هذه المعلومة شيئاً فيبدأ بماذا؟ طبعاً لدينا هنا أيضاً في بداية الفقرة وفي نهاية الفقرة في البداية يبدأ بأن توضع بين قوسين يوضع بين علامتي طبعاً يبدأ بكتابة إذا كان في بداية الفقرة يوضع بين علامات تنصيص ويكتب لقب المؤلف وسنة النشر ورقم صفحة على سبيل المثال يبدأ بطبعاً يذكر بأن تكون بداية الفقرة مثلاً يذكر من؟ أسم أو لقب المؤلف الذي هو يذكر وقد عرفه عبيدات وآخرون ثم بعد ذلك قوسين بأن تاريخ النشر 2014 ثم رقم الصفحة بعد ذلك يضع بين علامات تنصيص ماذا؟ أنه نشاط إنساني الآن الباحث الذي قام حرفياً باقتباس من المؤلف الذي هو عبيدات وآخرون يبدأ العلم أنه نشاط إنساني يهدف إلى فهم الظواهر المختلفة من خلال إيجاد العلاقات والقوانين التي تحكم هذه الظواهر وتنبؤ بالظواهر والأحداث وإيجاد الطرق المناسبة لضبطها والتحكم بها بعد ذلك يضع علامة تنصيص إذن تكون بين علامة التنصيص وهذا المثال على اكتباس مباشر في بداية الفقرة بعد ذلك إذن لدينا أيضا مباشر لكن في نهاية الفقرة يبدأ بمثل ما ذكرنا لكم بعلامة التنصيص الذي قام باقتباسه وبعد ذلك ماذا؟ في نهاية الفقرة حيث يذكر لقب أو اسم المؤلف عبيدات وآخرون والتاريخ ورقم صفحة هذا بالنسبة لاقتباس المباشر لكن لدينا اقتباس غير مباشر وهنا يبدأ الباحث بفهم محتوى مثلا ما يريد الاخذ المعلوم من دون التقيد كاملا مثل ما هو في المباشر ذكرنا ويبدأ بماذا؟ طبعا هنا لا توضع علامة تنصيص بينما يكتفي بماذا؟ يكتفي بلقب المؤلف أيضا سنة النشر فقط بدون رقم الصفحة حيث يبدأ إلى أن هو أشار قندلجي تاريخ أو سنة النشر 2007 أن المقابلة لها مزايا ومن ضمنها أنها قد تزود الباحث بمعلومات إضافية لم تكن في حسبان الباحث وهي مهمة ويستفيد منها في جميع المعلومات أما إذا كان في نهاية الفقرة فهي يبدأ بماذا؟ إذن ذكرنا في بداية الفقرة أنه يبدأ بالكتاب وفي مثلا وقد أشار قندلجي لكن هنا الغير مباشر في هذه الفقرة يبدأ بكتابة النص الذي قام باقتباسه ثم يبدأ مثلا بعد ذلك بوضع علامة تنصيص بأسم المؤلف مثلا قندلجي وتاريخ النشر 2007 نأتي إذن بعد ذلك لديكم هذا النموذج التالي مثل ما ذكرنا لكم في دروس سابقا الآن نقوم بتطبيق هذه المهارات ومن خلال هذا النموذج الآن الذي لديكم نأتي الآن إلى تطبيق مهارات لدينا الإطار النظري انطلق لكتابة الإطار النظري المناسب لموضوع بحثك مراعيا فيه الشروط المختلفة مستفيدة من المعايير الموجودة في نموذج رقم 7 لدينا إذن هذا النموذج 7 كتابة البحث والإطار النظري للبحث إذن نأتي إلى ملخص درسنا اليوم تحدثنا وذكرنا ما هو معنى التوثيق هو إثبات مصادر المعلومات التي استخدمها الباحث في بحثه ويرجعها إلى أصحابها توخيا للأمانة العلمية واعترافا بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية والتوثيق في البحث ما يكون ذكرنا أنه داخلي في متن دراسة وخارجي في قائمة مراجع حيث أن لدينا في هذا الرمز الذي هو ABA مؤخوذ من الجمعية علم النفس الأمريكية والمعروف إذن بنظام ABA ذكرنا أيضا لكم أن حالات التوثيق ضمن البحث تكون ماذا؟ إذا كان المرجع كتاب وإذا كان مرجع بحث منشور وإذا كان موقعا على الإنترنت أيضا ذكرنا أيضا في النهاية هذه الخطوات ومراحل البحث علمي نحن متزامنين وإياكم بتطبيق هذه المهارات وهذه الخطوات وصلنا إلى المرحلة والخطوة الرابعة والتي هي إعداد أطار نظري بإذن الله في الدرس القادم سوف أتحدث عن إعداد الدراسات السابقة إذن نكون بذلك هنا هذا الدرس هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعا اشتركوا في القناة 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 والعطاس وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق يعني كذا بالضبط ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس أو إذا كنت تخالط شخص مريض أغسل يديك بالماء والصابون أربعين ثانية على الأقل ولأي السفسار كلم الصحة تسعة ثلاثة سبعة عاش بصحة فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد ناينتين وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة ولطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة فيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشغيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد ناينتين أولا اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد ناينتين ثانيا تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثا الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعا جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامسا من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادسا في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات سابعا تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامنا أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعا الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشرا جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الدي اناي وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيرا اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عشب صحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصا مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوما على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيرا لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلا يشبهه تماما هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماما فهو لا يزال مختلفا كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماما للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمينة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس على سبيل المثال استخدام أسلوب الفصل المقلوب والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم ومع منصة مدرسة يمكنك أيضا تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة ورطها بالخبرة الجديدة كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أبنائنا الطلبة مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات وأخيراً عزيز المعلم وعزيزة المعلمة لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين مدرستي منصة إبداعي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنويا بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك يترافق التدخين وطعات التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية والإكزيمة فالمدخنين هم أكثر عرض للإصابة بالصدفية بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ هناك ارتباط قوي بين تدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى لون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر وذلك حسب منظمة الصحة العالمية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف فقدان السمع فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضباء مقارنة مع غير المدخنين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ اشتركوا في القناة